مفصلة من قناة الرشيد يتقدم الأستاذ سعد عاصم الجنبي رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية بخالص الشكر والتقدير للسادة قادة القوى والأحزاب المدنية في التجمع لثقتهم العالية وتشريفهم له برئاسة التجمع كما تقدم بالشكر لكافة المهنئين من مسؤولين ونواب وقادات أحزاب وشخصيات وطنية وقال الأستاذ سعد الجنبي أتعهد بالعمل بكل ما أستطيع إلى جانب أخوتي في قيادة التجمع لترسيخ وتعضيد المشروع المدني الوطني خدمة للعراق العظيم وشعبنا الصابر المضحي بعيدا عن كل أشكال المناهج المريضة من محاصصة وطائفية وفساد لبناء دولة المواطنة دولة القانون والعدالة الاجتماعية